اشتركوا في القناة وارك وتعالى من معلل لأمره بقول الأحسن بقول التي هي أحسن بقوله لأن الشيطان ينزغ بينهم والنزغ هو الطعن والضرب بسرعة النزغ في الأصل هو الطعن والضرب بسرعة ثم استعير لما يحصل به إفساد العامر خاصة في العلاقات بين البشر كما قال الكريم ابن الكرماء يوسف عليه وعلى أبائه الصلوات والتسليمات من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي أفسد ما بيني وبين إخوتي هذا هو النزغ ثم قال تبارك وتعالى إن الشيطان كان للإنسان عدو مبين علل للعل لماذا ينزغ الشيطان لماذا يحرص اللعين على أن ينزغ بين عباد الله علل للعلة بعلا وعلة العلا علة كما في قواعد الأصول وعلة العلا علة فكأن هذا الأمر وهذا الإلطاف الرباني الجليل بنا هذه الدعوة إلى أن نقول التي هي أحسن أيها الإخوة معللة بعلتين لا بعلة واحدة لأن علة العلا علة لأن علة العلا علة فإذا أردت أن تحافظ على ما بينك وبين حبائك وأودائك ومعارفك وزملائك عليك أن تسير في هذه الخطة الإلهية أن تقول التي هي أحسن لماذا؟ لأن الشيطان عدو لك لأن الشيطان عدو مبين ظاهر بيّن جلي العداوة لك ومن مصلحته وجعل وقده أن يفسد بينك وبين أودائك وأحبابك وإخوانك وبينك وبين أهلك بين الزوج وزوجته بين الأب وأولاده بين الأم وأولادها وأهل مجرّا طريقته لعنة الله تعالى عليه التي يجري على سننها قائمة على الإفساد والتخريب والتدمير بخلاف طريقة المؤمنين وطريقة النبيين والمصلحين من ورائهم تقوم على الإصلاح وعمل الصالحات فكان في المرء من حظ للشيطان وكان فيه من حظ للرحمن هذا سؤال يجيب عنه كل في نفسه مهما عظمت تاعية الصلاح والإصلاح في نفسك فأنت رحماني نبوي ومهما غلب عليه الأبعد والعياذ بالله الإفساد والرغبة في الإفساد والتخريب فهو شيطاني شاء أم أبى عرف أم لم يعرف فهذان سبيلان لا يلتقيان خطتان متوازيتان على ما يقال إذن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا نسأل الله أن يكفينا شره وشر شياطين الإنس والجن جميعا إخواني وأخواتي هذه الخطبة صلة للخطبة الماضية وعدتكم أن أواصل الحديث فيها عن التواصل التواصل الناجح الصالح العاطفي كما يسمى في علم النفس بين البشر بينك وبين الآخرين والتواصل عموم بين الناس أيها الإخوة والأخوات في مجمله ليس بناجح وليس بجيد ومن هنا المشاكل من هنا المشاكل الكثيرة الذكو ملكون حقاني حقاني حقاني